مشاهدين الكرام مساء الخير حالكم رحبا بكم عنوفي حصة التاجة لرمضان رمضان كاريم الموضوع الي رحيو اينا تكلموه اليوم موكومو غدا نحب بعد ويو في الكرام مساء الخير روستات الواسر رمضان كاريم رمضان كاريم اخي مصطفى اقول لك مسائد خير اليك بerm���لترا configured مساء الخير دكتورا واهباء رمضان كاريم مساء نور رمضان كريم ان شاءالله عليك جميع المتواجدين العمال والضايوف إن شاء الله مشاهدين الكرام نرى هذا الفي تيار بعد الفي تيار نعود لحوال ونقاش هذا الموضوع الخبز مادة غذائية وسعة الاستهلاك تتحول في الشهر الفضيل إلى مادة ترمى في الأرصفة والقمامات وتنتهي في المزابل يومين نحن نأخذ لكتوف في الخبز حرنا معهم تشوفهم الغاش يدي عندهم عند البولونجي كيف يشرهم يدي والخبز وبعد يرميه وغيرت واحد ربي تجي جوية الأشرة اللي حتى اشتعلنا على هنا يتلقىها هنا شغول تقول حومة خبز مادة بنا الشعب دايما يسترمي الخبز نضع عطناش تعليه حتى لوحده وحنا نجيب دومك فيه ناش يشيري واب أرطرق ويرمى يأكل خمس خبزات يورمي خمس خبزات يتضعف استهلاك الخبز في شهر رمضان إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بباقي أيام السنة رغم أن شهر الصيام فرصة لترشيد الاستهلاك معدل استهلاك الشزائريين وصلت إلى مليار وأربعمائة خبزة في حين لا يتجاوز خمسة وأربعين مليون خبزة في بقي أشهر السنة لا تبدأ أن تكون لدينا ثقافة الاستهلاك نقشروا كمية لنسحقها من الخبز أي كمية محددة من الخبز باش ما يترباش الخبز في النفايات وتجد بيع أربعة إلى خمس ملايين خبزة في اليوم الواحد في رمضان طريقها إلى المزابل الكثيرون يصومون من أجل بطونهم وكفاء وهو تبدير الذي يعتبر العادة الشائعة عند الجسائريين مشاهدنا الكرام كما شاهدنا هذا الفيتيار نولي وضيفنا الكرام أستاذ الواسعي كما شاهدنا هذا الفيتيار يعني الخبز رجعي ترمى في القمامات وخاصة في شهر رمضان أشوف أخويا مصطفى الإحصائيات التقريبية ومش الإحصائيات كما نقول إحنا الدقيقة في الجزائر يتم إنتاج أكثر من ربعين مليون خبزة بين ربعين وخمسين مليون خبزة يوميا يرمى ما مقداره عشرة مليون خبزة يوميا أي ما يعادل ربعين وسبعين مليون دولار سنويا ترمى هكذا لأنه مادة الخبز رأي لك مادة مستعمدة من الفارينة وهي مادة مدعمة ومادة مستوردة المشكلة كانت فيه أيام دراسية لكي نخرج من الفارينة البيضاء لكي نستعملوها في الخبز هذا وهي فارينة غير صحية لأنه 100 غرام فارينة بيضاء يعدل 80 غرام سكر المشاكل اللي يديرها شديدة لامتصاص في جسم الإنسان مما يرفع نسبة كما قولوا السكر في الدم يرفع لك الضغط الدموي تسبب أمراض يعني تلك الجهاز الهضمي تسبب حتى أمراض يعني تكون سرطانية يعني بالاستهلاك الكبير انتحها القيمة الغذائية انت الخبز انت على الفارينة والتعشعير تعشعير شوية يعني حوالي كثير من 240 يعني حوالي المشكلة أنه الخبز هذا يعني تشريه صباح مليح ما تدومش عليه ثمان ساعات يتغير الشكل لأنه خالي من المواد يعني اللي مليحها خالي من الألياف طريقة تصنيع وكان عندنا برنامج كبير يعني قبل الجائحة يعني الجائحة هذه اللي عطلت عدة مشاريع كان برنامج ومشروع كبير أن نتحولوا يعني من مادة الفارينة البيضاء إلى مادة الفارينة الكاملة يعني الفارينة الصمراء اللي فيها الألياف واللي هي صحية والخبز هذا يعني ما يفسدش مش ينقولوا يفسد ما يتحولش تشكيل شاكي لنتاعه ويبقى ديما طازج ولكن كان فيه قلت لك برنامج توقف لعلاجة الجائحة وهي كاي اللي يقول لك باللي الخبز كيبات هو اللي فيها فوائد صحية وبعدك الدكتورة تقول ناليا نعم هنحكيك على الخبز تعال الفارينة نحكيه على الخبز المتداول لأن الخبز هناك أشكال وألواع وألوان يعني على حساب السمبلان تعالقهم حقيت لك كان الفارينة الكاملة اللي فيها كل أنه علاش الفارينة البيضاء وشنو ينحولها كل شي ينحولها الألياف ينحولها كل شي يرجعوها فقط مادة تشوفها بيضاء هذه عفوا تستعمل لصناعة الحلويات لأنه ما تقدش نعم بعضا نحكيه للحلويات اللي رانا شوفوها يعني مش تقدش تستعملها يعني اللي رانيك تبع فلا باتي سري جينيرال مو يستعملوا الفارينة يعني البيضاء وعليه قطل كام برنامج باش نتحولوا إلى الفارينة الكاملة ولكن نظرا للاستهلاك الواسع نتاو لأن الخبز هذه رأي مادة مدعمة والسعرها هو 8.5 دينار جزائري للخبز المحسن والخبز يعني العادي 7.5 دينار راويت بعب 10 دينار مادة مدعمة نتاو تقول راويت بعب 10 دينار بس راحتكي تروح للمخبزة على العشرة يقول لك ما عنديش الخبز العادي عندي الخبز تعسميت وعندي سكوبيدو والخبز تعسميت وش هو يدلو هو فارينة يرميله شوية تقيق يقول لك خبز السمير ما يحسوه وليك 10 دينار أخي يا مصطفى لأنه غياب الثقافة الاستهلاكية السليمة لأنه المشكلة والره التبليغ لأنه الفارينة يديها هذا الخباز لازم يستعملها إلا في صناعة الخبز الخبز المدعم وحلما هما لا يستعملوها لصنع الحالويات لصناعة مواد أخرى منها ولكن موجهة لصناعة الخبز العادي والخبز المحسن المدعم من طرف الحكومة الجزائرية هنا تبقى التبليغات عن المواطنين وأيضا تكثيف الرقابة لأنه لما نتكلم لك عن الخبز يعني العادي الخبز هذا المواطن البسيط نعم ما نقول لك شأنه إنسان يخلص 10 ملايين 15 مليون يروح يشتري الخبز لأ الفراك خبز مواد المدعمة موجهة لفئتين معيناتين من المواطنين نعم والتبذير يبقى تبذير خويا نصطفا حتى الخبز ولو تعمل 200 دينار نعم هذا يسموه السلوك اجتماعي هذا السلوك لازم أمور أخرى لازم نفهم علاش هذا السلوك السلبي مش يانا ذوك التبذير ونقول لك نرفع الخبز نرفع قيمة الخبز في رمضان رأي أطباق وترمى لسلة وخاصة في شهر رمضان الأب يشري الخبز الأم يشري الخبز الأطفال يشروه ونبعك يقعد لهم يأخذ من ذك يترمى نعم والمشكل المشكل أنه الخبز هذا أصبح يجمع يعني يجمع ويوجه إلى التسمين وتعالى العلف يعني العلف الحيوانات يعني الحمد لله ولكن يبقى مادة مدعمة نقول لك 470 مليون دولار ترمى يعني كل يارك تحكمهم وتحرق فيهم سنويا من الخزينة العمومية عوض أنهم يوجهوا أسمى 10 ملايين خبزة ريقوت تع دول يعني في أفريقيا دول تع أمم حنا لن نرموه شكرا شكرا سيدي دكتور يعني زمان بكري أمهاتنا يعني الخبز كيف يفضل ما كانوا شيرمي كانوا يقطعوه كانوا يقليوه بالبيت كانوا يرحيوه يدروا به العشابلور كانوا يرحيوه يدروا به بعض الحلويات ما كانش يترمى واليوم مرجع يترمى الخبز تقدري تقولنا ما من الفوائد اللي فيه بما أنه الزميل تكلم عن الفارينة وتكلم عن المكونات تحها والفوائد تحها والأخطار تحها نعم فنحن تكلم على المضافات نعم المضافات اللي يجي صحيح أن الفارينة فيها فيها مبيضات ما هيش منبا بيضة فيها فيها مبيضات اللي يزيدوها لا بشتولي بيضة أول شيء وثانتين شيء يزيدو لها محسينة بشتنتفخ أثناء الطبخ وزيدو لها الخميرة الكيميائية النشيطة هذيك هي هذا الأشياء اللي احنا منحبوهاش في التغذية لأنه هذيك هي اللي تراح يدير إنزعاجات نعم نعم فارينة حتى الفارينة نقدره يعني نتغذى عليها يعني ممكن إنسان يزيد يشري نقالة وحتى أثناء الأكل ممكن يمزجها مع أليف حتى هي تفتقد إلى الأليف نحن تعودنا عليها تعودنا على الخبز ما كاش يقدر ينحيه ولكن لما يدرج معها أليف أخرى الخضروات أو خضروات يكلها يعني يقدر ولكن الأشياء الموجودة فيها والأشياء اللي راح يتناول معها هي اللي راح تفاقم الخطورة التناول الخبز ولكن لا تركوبراسيون يعني ما راحش تركوبيري حاجة ما تعدش عليك أصلا بالمنفعة الإنسان دايما يلقى لازم يوجد بدائل الدكتور يقول لك الخبز الليبات والحاضر يقول الليبات الخلمي والحاضر ينشف فقط يكون في الهضم يكون ممكن ولكن لما يدخل الجسم يقول نفس المكونات تعود يعني يعود نفس المكونات راح تعود تخرج يعني هذه فقط لبيسكوت وكذا يقول لك هذه ما فيهاش أدنى لاخرطة على الصحة ما كاش منها المكونات تعاود تطفو على السطح مثل ما هي كانت تعالش ركزت على الخميرة وعلى المبيض وعلى المحسينات الموجودة داخل الخبز هذك هي اللي تعطي الانزعاجات أثناء وفي التجانس مع احنا لغالب تعلمنا نغمسه عندنا تغمس خاصة شربة وخاصة طواجة يعني تشكتوكات وكذا فهذاك المسج هو ليثاني ما نعرفوش نديره ما نعرفوش نديره التجانس على الأطعمة في مبيناتها اللي باش نستفادوا منها نعم الزمان كانوا يشرب خبزة ونص خبزة يعني الأمهات لم يشاهدوا فينا وش من الصحيح اللي تعطيها لهم الخبز إلا كان عند درتي بوراك علش الخبز الخبز ما هوش صحيح هو إلا كان عندك مثلا عندك مصدر درتي الفريق في الشربة هذي مصدر تحبوش بارك الله فيك علش حتى تجيب الخبز على هاد الكلمة واش قلت قلت كيدير الشربة ما ديريش الخبز في الأفرح نهار يديروا الارو ماركيت نهار يديروا البوراك في الشربة الخبز يفضل لهم بزاف بدون دقي الترمة أي الترمة لأنه ما تقدرش تأكله أصلا الفريق هو من الحبوب علش حتى نحتاج إلى خبز حتى الإنسان لازم يتعلم أنه يدير التوازن يدير التوازن ليس فقط المكونات تكون صحية توازن تعل الكمية والتجنس تعلق الأطعيمة أهم من أنك تحافظ على مصدر المكونات بارك الله فيك دكتور راح المعلومات ونصائح لكم تمتيهم للمشاهد الكريم شكرا أستاذ الواسعة مشاهدين الكرام أما أنا ما بقالي نقولكم بقوا علاقين تلقوا غدا بحول الله سلام صحة بطوركم صحة بطوركم صحة بطوركم صحة بطوركم ترجمة نانسي قنقر زرطة